موسيقى مساء الخير على حضراتكم حلقة جديدة من كلام في الميديا كلام كتير جدا عندنا النهاردة في بعض المواضيع الهمة على الساحة الرياضية المحلية وأيضا الساحة الرياضية العالمية وكمان فيما يتعلق بآخر أخبار النادي الأهلي بشكل كامل خلال الساعات الحالية الجزء الثاني من حلقة النهاردة حينوارنا وشرفنا في الاستوديو الأستاذ عبد المنعم فاهمي الناقض الرياضي الكبير وحنتكلم في أمور وملفات عديدة جدا 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 على مدار الفقرة الحوارية الأخيرة من حلقة النهاردة من كلام في الميديا عندنا أخبار كتير بس خلينا نروح لأول نشوف أهم وأبرز العالمين يلا بينا الأهلي يختتم تدريباته ويتوجه للأسكندرية استعدادا لإطلع بره يوسف يعلن قائمة الأهلي لمواجهة بطل جنوب السودان راحة أربعة أيام للعيب الأهلي بعد إطلع بره لجنة التخطيط تقترب من الاستقرار على المدير الفني الجديد اتحاد الكرة يحدد 5 سبتمبر موعدا لنهائي كأس مصر موسيقى فيفا يعتمد ودياتي المنتخب الأولمبي أمام السعودية موسيقى الأمور ماشية بشكل كويس جدا في الطريق نحو التعاقد مع مدير فني بإذن الله بإذن الله حيكون مميز جدا للنادي الأهلي خلال الفترة الكبيرة القادمة إن شاء الله الدراسة بتتم بعناية تم الاستقرار مبارح ده ما قلت لكم على 5 أسماء النهاردة خلاص بقوا 3 أسماء وبنسبة جديرة خلاص تم البدء في التفاوض يعني إن شاء الله بإذن الله خلال أيام قليلة قوي 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 النادي الأهلي هيعلم عن المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم التريس مطلوب بس التريس بحسابات معينة يعني طبعا الوقت لو تول أكيد الموضوع حيبقى أفضل لو الموضوع خص أسرع من كده يعني لكن في نفس الوقت أنت لازم تتريس ونت تختار لأن الموضوع مش سهل مش في يوم وليلا حتجيب مدير فني لنادي الأهلي لا لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي كابت محمود الخطيب بيدرسوا الموضوع بعناية كبيرة جدا وقطواتهم سريعة زي ما قلت لحضراتك وأيضا مبارح وبإذن الله خلال ساعات وأيام قليلة حيتامل إعلان عن المدير الفني الجديد لكن في نقطة عايزة كلمة فيها بتحديد فاكرين حضراتك لما النادي الأهلي أعلن عن التعاقد مع مستر مارتين لسارتي في شهر يناير الماضي أو آخر شهر ديسمبر الماضي كان حد يسمع عن اسم مستر لسارتي كان حد جي في دماغه أن الاسم ده مرشح قريته الاسم ده في الصحف قبل الإعلان عنه في المواقع في الإعلام المرئي حتى حد قال الاسم ده لا إطلاق وارد أن يحصل كده في المرة دي كمان وارد بقول وارد أن يحصل نفس الموضوع نتفاجأ بإسم مش على الساحة خالص محد اشترحه خالص يكون مدير فاني للنادي الأهلي وارد يعني بنسبة ما لكن في نفس الوقت النادي الأهلي بيشتغل بسرية تم في هذا الملف والناس اللي مسكى الملف ده بالتحديد صعب قوي أن تتخرج منهم المعلومة في الحقيقة لكن الأهم أن خلاص تم الاستقرار بنسبة كبيرة على ثلاث أسماء أحدهما هيكون المدير الفاني القادم بالنسبة للنادي أهلي ده خصوص ملف المدير الفاني الجديد مش عايز أطول فيه الحقيقة لأن احنا طبعا في نفس الوقت لازم لما نيجي نتكلم عن الموضوع ده ونقول المدير الفاني الجديد للنادي الأهلي يكون بمعلومات حقيقية وصريحة وجديدة لكن في نفس الوقت إن شاء الله هنعلن عن مدير الفاني بشكل رسمي لنادي الأهلي لما النادي يعلم بشكل رسمي من خلال موقع رسمي بتاعه أو من خلال طبعا قناة النادي الأهلي فإن شاء الله نتمنى كل التوفيق في اختيار الأنسب لكيادة النادي الأهلي خلال الفترة الهمة جدا المقبلة طيب في المقابل الاستعداد لمباراة اطلع بره بكرا إن شاء الله مباراة مهمة جدا النهاردة المران الأخير بالنسبة للنادي الأهلي في استاد مختار التتش حتخلص التمرين حتسافر على طول على اسكندرية وتستعد لهذه المباراة مباراة بكرا إن شاء الله في استاد الجيج ورجل عرب في تمام الساعة السابعة مساء النادي الأهلي كسب في مباراة الزهاب أربعة سفر مباراة كانت يعني تنظيم أو مباراة فريق اطلع بره والمباراة تعد بكرا هي مباراة النادي الأهلي فالأمور يعني إن شاء الله بإذن الله بسيطة جدا عايزين نقرب من الحدث بشكل أكبر نروح سريعا نزمينا العزيز كريم أحمد مرئيس القناة الأهلي عشان نقول لنا آخر الأخبار والتطورات بخصوص التمرين في هذه اللحظات وبخصوص قائمة النادي الأهلي اللي أعتقد حيتم الإعلان عنها بعد قليل يا كريم مساء الخير عليك مساء الخير عليك زميل أمير أهلا بي تحياتي لك تحياتي لكل مشاهدين طب مننا يا كريم أخبار التدريب إيه الأمور عندك ماشية زي بالنسبة طبعا للتدريب الأخير لفريق النادي الأهلي للسعداد الأخير لبطل جنوب السودان إن شاء الله يوم الجمعة لأستاذ برج العرب سعداد قوي أمير كالعادة لفريق النادي الأهلي نعرض بحثاتم بالفعل التدريب بالأخير على الملعب المجرد كالعادة لكابتن يوسف مكتب في شكل كبير جدا الجلسات اللعيب الكبار بتحديد كمان يعني كابتن يوسف كل اللعيب الكبار اللي في النادي الأهلي تكلم معاهم بأكد كمان اللي لابد يكون فيها حديث مع النادي الأهلي على أهمية المرحلة القادمة وتحديدا المباراة القادمة يعني المباراة القادمة نادي الأهلي قدر أنه يستطيع بفوت كبير في المباراة الأولى لكن المباراة الثانية لها حسابات خاصة نظرا للظروف المحيطة بفريق النادي الأهلي ونظرا أيضا كمان بوجود الكبت المحمد ديشتك أول مباراة بعمال المدير الفني في هذه المباراة الأجواء كلها تركيز بكل اللعيب حلقت أمير يعني حصة هدف كبير جدا خلال مرحلة قادمة وهي البطولة الأصليفية ستطولى التركيز ستطولى التركيز ستطوليا لبطولة الدور العام لكن إن شاء الله بإذن الله يكون هدف كبير بنسبنا وحلم كبير لكل جمهور النادي الأهلي تدريب كالعادة أمير بدأ الساعة 5 ونص يعني أننا عارف أنه يكون في تحرر في لها للسندرية بكان فيه نقدر نقول نصف ساعة بدري شوية عن التدريبة المعتادة اللي بيكون ساعة 6 مساء حضور جميع اللي عبين أنا يمكن شاهد مراونا متواجد بأهل التعهيل بسيط جدا طبعا نظر اللي غيابه خلال المرحلة اللي فاتت وبتأكيد هيكون خارج المباراة علي معلول أيضا كمان هيكون خارج المباراة تأكيدا لليه يكون نواء متواجد لكن انت عارف ما فيش أي تدريبات خضع علي معلول خلال الأيام الماضية فبتأكيد هيكون خارج كمان النهاردة كان ظهر فيه بعض المربعات كده بتسهيل كبير حمد فاتح كل اللعيب عحمد الله يعني نقدر نقول إن شاء الله يكون بتسهيل كبير وكل المباراة من نصيب النادي الآلي بجانب الجمهور اللي يكون متواجد بعد التسهيلات الكبيرة اللي بيقوم بها الإصدارة المال الآلي والإدارة التسهيلية بمنافس عديدة فيها للسنطنية لتسهيل موجود التذاكرة أنا معاك يا أمير لو في أي أسفرات كريم من خلال متابعتك للتدريب والتأسيم بالتحديد في هذه اللحظات متوقع أو شايف إن ممكن يكون فيه تغييرات في تشكيل النادي الأهلي بكرة بنسبة كبيرة أمير يعني دولك بنسبة كبيرة لحشة طبعا من نتوقع على قد ما نحاول إن نرسل ونقول الحلل اللي قدامنا أنا شايف يعني معتمد بشكل كبير بدا على حمد فاتة والدي أجل وحسام عشور أحمد فاتقي في عدد كبير من اللعيبة ممكن ما شركتش خلال المباريات الماضية من الواضح إنه يكون فيه كبير في بعض قلع ناصر ولا يكتش كفت في قلع ناصر لذكور اللي المباري الأولى ده نقول المتاعد شوية اللي ندي لقال إنه هو يدر أنه يتبع عدد دليل اللعبين على كلها بالنسبة للعبين كل اللي بجاهز دعميل انتعرف يعني كل اللعيبة بكون جاهزة فنيا بدنيا من التركيز بيكون كبير طبعا الاختيار يسرى فيها الجهاز الفني فالكل المركز جدا لكن تأكد لك أن يكون فيه تغير فأكثر من لا يدر نقول ثمين أو ثلاث لعيبة ممكن يكونوا متوضبين غدا فيه التشكيل اللي هيخدها الندي سعد سمير اخر التطورات بالنسبة لإصابته محمد محمود وأيضا شريف إكرام سعد محمد محمود شريف إكرام أنا ممكن أكلمك على سعد محمد محمود بوصل سهيل مع القاتل صاري عبد العز وفي مراحل متقدمة جدا امير سعد بالتحديد هو محمد محمود تدريبات القرى لعن خلاص وصلين لمراحل فيها سفينتات كثيرة شوتينج فيها كرنات كثيرة جدا فمن الوارح خلاص إن إن شاء الله بإذن الله أنت محمد محمود إحنا عارفين أنه هو ثلاثين ين بيقلوا تدريجيا ممكن من خلال العشرين يوم ويكون متواجد سعد سمير عادة من ثلاثة سبيع أنا دعنا نقول نشر يوم يعني خلاص سعد إن شاء الله تدريجيا كمان هيخش مع التدريبات الجماعية بإذن الله في هذا المرحلة القادمة الشريف إكرامي من أكتر طبعا إن شاء الله شريف يكون بشكل جدير لأنه واضح إن الشيء بيكون قبل التدريب متواجد بيحاول أنه يجب تدريبات إضافية تدريبات تدريبات مع الكابت سليمان عاو يعود من جديد إن شاء الله اللي بيستوى قلت طبيعي لكل يعمل الحمد لله للطباة قلت الحمد لله بشكل جدير لكل جاهز إن شاء الله بإذن الله ينقصنا كل التوفيق بإذن الله إن شاء الله بإذن الله يا كريم أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المدخلة الهمة والمميزة جدا في الحقيقة من زماننا العزيز كريم أحمد مرئيس القناة الأهلي واللي اتكلم معنا في كل وآخر أخبار الفريق استعدادة اللي مواجهة اطلع برد المواجهة مهمة معنويا شكل كبير جدا جدا من نسبة لنادي الحسابيا طبعا إن شاء الله قدس انت شبه تأهلت ويكون دي محطة مهمة قبل راحة أربعة أيام ترجع بعدها تستأنف الاستعدادات للموسم الجديد تختم الفترة دي بانتصار ده هيكون مهم مش بس انتصار يكون انتصار وأداء وشكل جيد في الملعب بإذن الله في إطار هذه التغييرات اللي بتحدث خلال الأيام الحالية طيب مش هطول في المقدمة لأنه عندنا كلام كتير جدا وتعليقات مهمة قوي على بعض الأخبار الخاصة بالنادي الأهلي في الصحة خلينا نحن نشوفها يا الله الأخبار المسائي الأهلي وصابق الزمن قائمة المرشحين تنحصر بين ثلاث مدربين والفريق يعسكر في برج العرب الأهرام تينكات ومامتش وثالث مجهول يتنافسون على قيادة الأهلي رفع سقف الراتب إلى 150 ألف دولار شهريا والاختيار عقب مواجهة بطل جنوب السودان الأخبار الأهلي يكشف حقيقة اقتراب النحاس من تدريب الفريق وطوري وعموتا يدخلان قائمة الترشحات ويوسف يعقد جلسة خاصة مع فلاح محسن الجمهورية يوسف يستعين بالدكة في مواجهة إطلع بره الغموض يسيطر على مدرب الأهلي الجديد المصري اليوم الأهلي يحسم المدرب الأجنبي بعد إطلع بره الفريق في الإسكندرية استعدادا لبطل جنوب السودان وتدريبات خاصة لربيعة وصالح الأخبار جماهير الأهلي تنتظر الخواجة الـ 26 جزيء أكثر الأجانب نجاحا دي 21 بطولة وبرونزية العالم اليوم السابع يوسف يستعين باللعبين الكبار للم الشمل الأحمر معلول يعود من تونس والجهاز الفني يستبعده من مواجهة إطلع بره الدستور الأهلي يعسكر لإطلع بره ويوسف يستقر على إشراق وحيد ومحسن وديانج المسا قبل نهاية الانتقالات الصيفية الأهلي يعرض أجايي وجرالدو للبيع الاتفاق مع موليكا الكنغولي لارتداء الفنيلة الحمراء مقابل 5 ملايين دولار يوسف قادل تدريبات وعودة مروان محسن للهجوم هنعلق كمنا طبيعي أخبار كثيرة متعلقة بالمدير الفني الجديد وفي الحقيقة خلال الفترة دي وخلال الأيام اللي فاتت من بعد ما ندي الأهلي أعلم بشكل رسمي رحيلا مستر لسارتي وإحنا بتدور في الصحف المعظم الأخبار تتكلم على هذا الملف لأنه هو فعلا اللي بيزر البالي الجماهير الأهلوية والمصرية بشكل عام المهتم بالكرة المصرية بالأخبار المسائي الأخبار المسائي بيقول بيقول الأهلي يصابق الزمن قائمة المرشحين تنحصر بين ثلاث مدربين ودي حقيقة والفريق يعسكر في برج العرب وده تكلمنا فيه لكن يصابق الزمن ده شيء أكيد ومهم ليه وإحنا تكلمنا برضه في البداية على هذه الجزئية آه أنت عايز تجيب مدير فني بسرعة و أسرع وقت عشان يعني يلحق كده يلم الدنيا قبل بداية الموسم الجديد أوكي دي حاجة احنا متوفقين عليها طبعا وحيكون ده الأفضل في الحقيقة لكن في نفس الوقت إيه فايدة التصرع لو جدت مدير فني مش هو الأنسب بالنسب خلال الفترة اللي جاي فبالتالي وجب التريوس في الاختيار خلال الفترة الحالية وخلال الساعات الحالية اللجنة تدرس بشكل مكثف اجتماعات مكثفة أيضا بيشوف الأفضل مين اللي شخصيته تنفع مع النادي الأهلي مين اللي طموحاته تنفع مع طموحات بمهور النادي الأهلي وجناء على كل هذه الأمور حيتم اختيار المدير الفني الجديد لكن المؤكد بإذن الله بإذن الله لنحيكون مدير فني مميز جدا الكل الكل أو بالتحديد الناس المسؤول عن هذا الملف شغالين بشكل جدي ومميز جدا وإن شاء الله بإذن الله قريبا جدا جدا حيتامل إعلان على اسم المدير الفني بالتالي خلينا نروح للأهرام الأهرام بتقول ايه من مرات القلائل اللي حتطافق فيها مع الأهرام في الحقيقة تين كات وامامتش وثالث مجهول يتنافسون على قيادة الأهل وارد إن يكون الثلاث أسماء منهم الاسمين دول وارد أعيش بقى أكيد بس وارد والثالث مجهول وارد برضو لأن زي ما قلت حالاتكم ممكن ممكن نشوف مدير فني مش مطروح معرضوش اسمه خالص أو سمعت على اسمه خالص وارد حنشوف دايما نادي الأهلي معروف بالسرية في الحقيقة رفع سقف الراتب إلى 150 ألف دولار شهريا الجانب المادي مش عائق إطلاقا إطلاقا عند نادي الأهلي في انتداب أو استجدام مدير فني مميز ما يفكرواش في الناحية المادية آه فيه طبعا حدود معينة يعني برضو عشان ما نتفقين لكن في نفس الوقت البدجت المحطوط مش قليل مش قليل فبالتالي بإذن الله هتجيب مدير فني مستوى مميزة جدا CV محترم جدا الاختيار عقب مواجهة بطل جنوب السودان وده الأقرب طبعا إن بإذن الله بإذن الله هيتم الاستقرار بنسبة كبيرة إن شاء الله لو الأمور مشت زي ما هي ماشية لحد هذه اللحظة ركز معايا لو أمور ماشية زي لحد ما هي ماشية دلوقت كده في إطار الاختيار والتفاوض وكل هذه الأمور بنسبة كبيرة ممكن يتم الإعلان عن مدير فني عقب مواجهة إطلع بره هنشوف لأن برضه يا جماعة الموضوع التفاوض ده مستهل إن أنت بتتفاوض مع مدير فني أو مع العيب الأمور دي بتاخد وقت بره ومش بتخلص في ساعة أو ساعتين أو يوم وليلة فكل دي حاجات لازم تحطوها في الحسابات بره لكن إن شاء الله الكل في النادي الأهلي أو المسؤولين بيعكفوا وبيحاولوا إن هم يخلصوا هذا الملف في أسرع وقت ممكن إن شاء الله في نفس الوقت يكون في مصلحة النادي الأهلي مش عايزة تسرع واختار غلط لا أنا أه بحاول إن أنا ننجز بس في نفس الوقت يكون اختياري صح وده شيء مهم نروح للأخبار الأخبار بتقول إيه؟ بتقول الأهلي يكشف حقيقة اقتراب النحاس من تدريب الفريق حتة كابتن عماد النحاس يعني لسه يا جبعة الموضوع ما فيش كلامها خالص كابتن عماد النحاس طبعا مدرب كبير جدا ولو جي في الجهاز الفني برضو هتبع حاجة مميزة ولو استمر الكابتن محمد يوسف برضو هتبع حاجة مميزة أبناء النادي الأهلي كلهم كلهم على مستوى عالي وكفاءة عالية جدا الموضوع ده لسه ما تحسنش ولسه ما فيش كلام فيه الأهم دلوقتي المدير الفني وتشكيل الجهاز الفني أمر لاحق يعني أطوري وعموتة يدخلان قائمة اللي يترشحات من دين الأسماء اللي مسمحها كل يوم ويوسف يعقد جلسة خاصة مع صلاح محسن صلاح محسن من أعتقد الفترة الجاية هيكون في الصورة بشكل كبير بناء على الجلسات اللي كانت باينة جدا فيه أستاذ مختاري تيتش من قبل كابتن محمد يوسف مع صلاح محسن وفي الحقيقة هو مهاجم مميز جدا مخادش فرصته مع مستر لسارتي بالشكل المطلوب والكامل وهي رؤية فنية طبعا من الرجل في هذا التوقيت لكن ممكن إن شاء الله إن صلاح محسن خلال الفترة الجاية يكون في الصورة بشكل كبير ويشارك مع النادي الأهلي في المبارات سواء كأساسي أو كبديل كلها رؤية فنية وجهة نظر فنية بالتحديد في المبارات الجاية بخصوص الكابتن محمد يوسف مع صلاح محسن عين كمين اللي حيشارك صلاح محسن في الحقيقة يعني إخامة مبشرة جدا نتمنى له التوفيق في حالة مشاركته مهم التوفيق للفريق كله بإذن الله نروح للجمهورية يوسف يستعين بلدكة في مواجهة إطلع بره وزي ما اتتواصلنا مع كريم أحمد زمينا ومرهي القناة النادي الأهلي ودلوقتي موجود في تمقين وقال لنا إن النسبة كبيرة حيكون في تغيرات في التشكيل تبقى للتأسيمة اللي في هذه اللحظات وأنا بأتكلمكم في تأسيمة في ستاة مختار التتش وممكن يبان منها التشكيل وبالمناسبة احنا نجيب كريم تاني عشان نعرف قائمة النادي الأهلي المسافرة لإسكندرية الغمود يسيطر على مدرب الأهلي الجديد يعني أنا كلمة الغمود هاخدها بشكل إيجابي ليه؟ لأن طالما فيه غمود يبقى فيه سرية ودي سمة من سمات النادي الأهلي ومسؤولين في النادي الأهلي آه ماشي الغمود ده حاجة كويسة على فكرة غمود من ناحية الاسم مش متوقع الاسم ماشي أنا معاك في الموضوع ده دي حاجة مميزة لكن غمود من ناحية التخطيط والاختيار لأ طبعا الناس عارفها بتختار مين وبتدرس فيهات مين كويس جدا لكن مهمة قوي أن يكون فيه سرية في الاختيار طبعا طيب ده من الجمهورية عايزة روح للمصر اليوم المصر اليوم بتتكلم في إيه المصر اليوم الأهلي يحسم المدرب الأجنبي بعد إطلع بره وزي ما أكدنا لحضراتكم ده ممكن يكوننا تروح بقوة الفريق في إسكندريا استعدادا لبطل جنوب السودان معروف تدريبات خاصة لربيعة وصالح جمعة في الحقيقة ربيعة خلال الفترة اللي فاتت أحد نجوم النادي اللي ويا رب يا رب بإذن الله ربنا قبل عنه الإصابات لعيب مهمة قوي في خطة فعل فريق وإن شاء الله يكون إضافة قوية خلال المبارات اللي جاية بعيد عن الإصابات إن شاء الله لأن رامي خائمة طبعا مش محتاجين نحن نتكلم عليها لعيب مميز جدا إنه هو صغير يعني العيب كبير قوي تدريبات خاصة لي والصالح جمعة طبعا العيب لا يقل لأهمية صالح جمعة ومهم جدا بالنسبة لخطط النادي الأهلي المستقبلية بكل تأكيد نروح لجريدة الأخبار تاني الأهلي أو جماهير الأهلي تنتظر الخواجة الـ 26 جزء أكثر الأجانب نجاحا بـ 21 جتولها طبعا إحنا ما نقدرش ننسى جنزات مستر مانو الجزء وبرنزية العالم طبعا كانت أيام تاريخية كلنا فاكرين وليس كويس جدا لكن خلاص النادي الأهلي بيقترب من الإعلان على المدير الفني الجديد برقم 26 تبقى للخبر يعني في تاريخ النادي الأهلي نتمنى أنه هو يكون مدير فني مناسب إن شاء الله بإذن الله نروح لليوم السابع الخبر هنعلق عليه شوية يوسف يستعين باللعبين الكبار للمل شاملة الأحمر هعلق على الجزئية دي الأول اللعبين الكبار طبعا اللعبين مهمين جدا ويستعين بيوم ده طبيعي ومهم لكن للم الشاملة يعني الدنيا مش بايزة خالص للدرجات يعني آه متفاهم وعارف جدا جدا أنه يتبقى حاجة صعبة على جميري نادي الأهلي وده شيء مؤكد أنه أنت تخرج من بطولة ما فيهاش مشكلة خالص لكن في نفس الوقت للم الشاملة ده ما تكون الدنيا بقى يعني أنت نتائجك كلها سيئة جدا يعني وتخسر دوري وتخسر لا أنت أخذ دوري صعب ووارد أنك ما يحلفكش التوفيق في بطولة الكاس وارد رغم أن كنا نتمنى في الحقيقة طبعا لكن في نفس الوقت ما فيش أصلا ما فيش أصلا مشاكل التوفيق أو عدم التوفيق جاء لك في مبارة واحدة مبارة للأسف إقصائية خرقت التوفيق وحكام ما ننساش النقطة دي لأن دي مهمة في الحقيقة يعني لكن أصلا ما فيش مشاكل عشي بقى فيه لم الشامل يعني خلص الأمور في النادي الأهلي ماشية بشكل كويس جدا والله دي على الفكرة دي حقيقة إحنا مش نتلع نجمل الصورة بس يعني الناس أكيد بتعقل الأخبار وهي بتقراها أعقل الخبر كده بص على الخبر إقراب كويس ومنطقية هل في مشاكل في نادي الأهلي؟ في الفريق الأول لكرة كنا بالنادي الأهلي؟ مفيش خالص الفريق كسب الدوري صعب جدا نفس الوقت خسر بتوت كاسكت مهمة بالنسبة لنادي الأهلي لكن لم أكنتش موافق في المبارة دي بإضافة لبعض الأمور اللي قدت لهزمتك يعني فمفيش مشاكل عشبه فيه لم نشمل والجوزقية لازم نعلق عليها في الحقيقة معلول يعود من تونس هيرجع المهاردة إن شاء الله والجهاز الفني مش هيشاركه طبعا أو هيسى بعيده من وجهة إطلع بره وده باديه لأنه مكانش بيتمرن كل الأيام اللي سابقها بعد حصوله على إذن للسفر لتونس ويتمقنان على أسرته بالتالي محمود وحيد هو الأقرب للمشاركة في هذه المبارة عايزة روح للدستور الأهلي يعسكر لإطلع بره وهيوسف يستقر على إشراك وحيد ومحصن وديانج وارد جدا إن السلاسة دول يشارك في المبارة أقربهم طبعا محمود وحيد لأنه هو اللي موجود في المركز ده وممكن أيضا أيضا أشرب بالمناسبة لكن الأقرب محمود وحيد صلاح محصن وارد ديانج على فكرة على فكرة مهمة قوي دي ديانج عامل تدريبات مميزة جدا جدا مع نريك لعب مبشر بطريقة كبيرة ما شاء الله لك هو تقلب الله كوة بدنية سرعة كل حاجة ما شاء الله بيمتلك هذا اللاعب وبإذن الله حيكون إضافة قوية للنادي الأهلي في ظل إمتلاك النادي الأهلي للعبين في وسط الملعب مميزين جدا كلهم في الحقيقة فإحنا عندنا قايمة قوية عندنا قايمة قوية جدا من اللاعبين نقصة تدعيم أو اثنين وارد أنهم ما يحصلوا وحتى لو ما حصلوش عندك الناس اللي بتقدر تأدي بالشكل اللي انت بتستنيه طبعا كواحد من جمهير النادي الأهلي طيب نروح لي فين بقى وده خبر مهم أقوى بقى من المساق تعالى هاتلي المساق قبل نهاية الانتقالات الصيفية الأهلي يعرض أجاييه واجيرالدو للبيع غير صحيح إطلاقا خالص مفيش كلام ده خالص بقى وبحسب مفيش كلام ده خالص الأهلي لا عرض أجاييه ولا جيرالدو للبيع وبالمناسبة الحاجات دي بيتم الإعلان عنها يعني أصلي انت لو بتعرض لعيب للبيع هتقول أنا هارد اللعيب ده للبيع عشان يجيلك عروض يعني لكن الموضوع ده مش حيي خالص على الأقل حتى هذه اللحظة اللي أنا بتتلم على حضراتك فيها يعني ركز معي اللي كنين لعبين مميزين جد بالمناسبة أجاييه البعض ممكن يكون بينتقد مستوى الفترة دي لكن افتكر أجاييه افتكر مستوياته رائعة لقدها مع النادي الأهلي عما دار ثلاث سنوات صادقة الإصابة خلي بالك أجاييه قعد إصابة كثيرة يعني فترة خمس ست شهور تقريبا يعني الإصابة صعبة مستهلة ولما رجع من الإصابة كان مؤثر في صفوف الفريق وساهم بشكل كبير في الفوسبوك ثلث الدوري وارد إن يحصل دروب في مستوى العيب معين ده طبيعي ها دي الكورة يعني من الآخر لكن في نفس الوقت العيب عنده الشخصية والكيمة كبيرة جدا جونير أجاييه وبيلعب في أكتر من المركز يعني جيرالدو العيب بمواصفات عالية ومهارات عالية وصرعات مهمة أوي يعني فكلام ده غير حقيقي اللي في المسا ده يا جماعة غير حقيقي بالاتفاق مع موليكا الكونغولي الاشتداء الفنالا حمراء مقابل 5 مليون دولار جير حقيقي حتى هذه اللحظة لكن ممكن يكون موليكا اتعرض على النادي الأهلي وارد وارد يعني يوسف خلاص قادر التدريبات وعدة مرة ومحصل الهجوم ده أمر معروف طيب هروح لفاصل بعد الفاصل نرجع نواصل كل أخبارنا بالتحديد أخبار النادي الأهلي في المواقع موسيقى نشوف أهم الأخبار التي كتبت على النادي الأهلي في المواقع اللظيمة موسيقى سوبر كورا لعبوا الأهلي يطلبون الاجتماع بالخطيب لمناقشة مرحلة ما بعد لسارتي موسيقى 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 الفجر الرياضي الأهلي يجس نبض نبيل معلول لتدريب الفريق البوابة سبورت ماميتش يطلب أربعة مليون دولار في الموسم لكيادات الأهلي مفاوضات مع برتغالي وألماني والفريق يختتم تدريباته استعداداً لإطلع بره فيتو اليوم محمد يوسف يعلم قائمة الأهلي لمواجهة إطلع بره سوبر كورا انتهاء أجازة علي معلول ويوسف يستبعده من مواجهة إطلع بره الوطن سبورت محمود وحيد الأقرب لخلافة معلول أمام بطل جنوب السوداء اليوم السابع الصفقات الجديدة طريق يوسف لكاذب ود جمهير الأهلي مبتدأ الأهلي راح بعد إطلع بره الأهلي يدرس سير زاتية لمهاجمين أفرقا طيب أخبار برضو مختلفة سواء اللاعبين اللي ممكن يشاركوا في مورات إطلع بره سواء المدربين اللي ممكن يجوا الأهلي كمان تطرقوا لبعض الأخبار اللي ممكن تكون بتتعلق بتفكير النادي الأهلي لتعاكن مع مهاجم النبي حنحاول نرد بقدر المستطاع على هذه الأخبار علشان كده خليني نبتدي بسوبر كورة موقع سوبر كورة بيتكلم في إيه؟ بيقول إن اللاعبو الأهلي يطلبون الإجتماع بالخطيب لمناقشة مرحلة ما بعد الأسرق طيب فكر فيها كده كأهلاوي الأهلاوي عارف عارف إزاي الخبر ده غريب من إمتى من إمتى اللعيبة في النادي الأهلي بيطلبوا إن هما يعودوا مع رئيس النادي عشان يفكروا في حاجة مستقبلية للفريق على مدر التاريخ بقى والناس بقى اللي أكبر مني بكتير الأهلاوية الجامدين قوي هل ده حصل على مدر التاريخ قدامكم وشوفتوا الكلام ده سمعتوا عنه ما أعتقدش ما أعتقدش إنه حصل إطلاقا يعني ده بال بالعكس ده لما بعد اللعبين تمردوا في سنة من السنين أعتقد أيام طبعا الكابتن الكبير كابتن صلح أسلي كان فيه كرار نلعبين دول برة ولعبت النشئين ماتش الزمالك كسبت لكن اللعيبة تفكر إن هي تقعد مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي عشان يتكلموا في حاجة خلال خاصة بالفريق خلال الفترة الجاية لا ده أمر مستبع ما بيحصلش الكلام ده في النادي الأهلي اللعيب لو ما بيخش النادي الأهلي وبيخرج منه ما بيقعدش مع رئيس النادي مريتين على بعض يعني بالزبط حاجة على رأي الزمالي في الأعداد يقول لي هو بيمدي و هو بيمشي فعلا فموضوع مش كده خالص ما بيش كلام ده في الأهلي وكيد حراركوا عارفين الكلام ده كويس وفي الحقيقة يعني كل العيب بيخش النادي الأهلي بيبقى عارف ضره واجباته سواء العيب بقى أو مدير فني أو مدرب أو أي حد في النادي الأهلي حدوده معروفة حدوده دي مش تقبر مثلا من رئيس النادي على فرض ما أو حاجة لا حدوده في سيستم وسياسة النادي وده دايماً اللي بينجح ده دايماً اللي بيقود النادي الأهلي للبطولات اللي ممكن يكون البعض ما بيعرفش يحققها جيبت بقى أسيسيات أسيسيات بتساعد وبتساهم بشكل كبير في الفوز بالألقاب وفي ترصيخ المبادئ والقيم داخل النادي الأهلي فالموضوع ده مش ما تروح خلص يا جماعة بفرحة وانا أصطي نجيب الخبر ده عشان نعلق عليه طبعا نروح للوطن سبورت الوطن سبورت بتتكلم في تخصيص مليون ونص دولار لمدرب الأهلي الجديد واتجاه لتغيير الطاقم الطبي طيب موضوع الفلوس بتاعت المدرب احنا اتكلمنا فيه قلنا ان النادي الأهلي مش بيفكر ان الرجل ده هيكون بكام ولا كلام من ده لا في كل الأحوال انت عتشوف المناسب لك مادياً كمان لانده جزء مهم لكن في نفس الوقت انت مش قافل الدنيا قوي في الجانب المادي لا انت عندك حدود معينة بس الحدود دي من خلال مقابل مادي محترم حاجة محترمة ممكن يكون مليون ونص دولار ده على حسب المكتوب سواء في الخبر ده وفي كذا خبر في فترة فان وارد ان يكون مليون ونص دولار يعني وممكن يكون اكتر من كده فبرضو الحاجات دي محدش يعرفها بصراحة يعمل آخر ودايماً دايماً الأمور المادية دي بتبقى خاصة بالمسؤولين في النادي يعني هم عارفين البدجت بتاعهم كام عارفين حدودهم ايه ايه اللي يقدروا يعملوه وفي نفس الوقت اللي عايز اكد عليه ان الاهلي عمره ما هيبخال لو لقى مدير فني مميز جداً فلوس عالية شوية بس حيأحقق طموحات الجماهير مش هيتأخر واكبر دليل شهر يناير اللي فات نرجع كده شوية مع بعض شهر يناير اللي فات حصل في ايه النادي الاهلي جاب صفقات بمبالغ كبيرة اه مبالغ كبيرة اذا النادي الاهلي مادياً قادر على التعاقد مع اي لعد ومع اي مدرب طبعاً ما تروحش الكواليتي او مش كواليتي قصدي يعني ما تروحش الاسماء الصعبة مرينيو مثلاً زي ما كالترون كان بيهزر كده لكن موضوع الجانب المادي ده مهم او ان احنا كنا نعلق علي اتجاه لتغيير التقم التببي على حسن مقارقة الخبر كده في المتن يعني ان هما بيتكلموا على انه ممكن يكون في تغيير في التعامل مع الأطباء الألمان بسبب بعض الحالات الخبر ده انا بصراحة مقدرش اعلق عليه لان مفيش حاجة رسمي خرجت من النادي الاهلي بخصوص هذا الاتجاه وما مفيش حاجة يعني يتقالت بخصوص الموضوع ده ممكن يكون استنتاج بالمناسبة في بعض الأحيان بيبقى فيه استنتاجات منطقية الاستنتاجات المنطقية ده ممكن تخلي خبرك بعد أيام وأسابيع وشهور ليبقى صحيح في الآخر يعني فانت بتستنتج وبتكتهد بس لكن على أرض الواقع مفيش كلام في الموضوع ده حتى الآن يعني نروح لصدى البلد بتقول حسم اسم المدير الفني خلال ساعات وتكلمنا فيها كتير الأهلي يرفع سقف الراتب المالي المدارب جديد تكلمنا برضو فيها كتير مش مهم خلص تكلمنا في صدى البلد نروح للفاجر الرياضي الفاجر الرياضي بتتكلم على الأهلي يا جس نبض نبيل معلول طبعا مدارب كبير جدا كان نبيل معلول وشخصية مميزة جدا في الحقيقة وقاد منتخب تونس والترجي وحقق بطولات كمان يعني وارد ان هو يكون مطروح يعني وارد ان هو يكون مطروح لكن جس النبض اعتقد ان كابتال نبيل معلول يتمنى طبعا ان هو يمرن النادي الأهلي ومش كابتال نبيل معلول بس في الحقيقة اي مدرب يتمنى ان هو يمرن النادي الأهلي بص سواء انت اهلاوي او زملكاوي او اسمعلاوي او اي حاجة اي حاجة كده فكر فيها برضو حتلاقي ان لما يكون في مكان فارغ في الإدارة الفنية اي واحد يتمنى ان هو يكون متواجد داخل الاندية الكبيرة عشان ما يسط root شفافتك ان انا بتكلم مع الاهلي بالذات لا الاندية الكبيرة الطبيعي اي مدرب في الدنيا تمنى ان يكون الاندت كبير با اسمه كيان كبير كسى النادي الاهلي فان اعتقد ان كابتال نبيل معلول الترح نروح للبوابه الصبورد نتكلم على زوران مامتش المدير الفني الكرواتي المميز في الحقيقة بيطلب 4 ملايين دولار في الموسم لقيادة الاهلي الله أعلم برضو الأمور المادية دي ما عندناش معلومات مؤكدة بيها إحنا دايما بنبقى حراجسين وإحنا بنقول لحضراتكم المعلومات لأن ده شيء ضروري وإن إحنا كمان بنتكلم من خلال شاشة قناة النادي الأهلي فبيبقى بنزداد بحرصة يعني في الحقيقة مفاوضات مع برطغالي وألماني والفريق يختدم تدريباته اليوم استعداداً لإطلع بره ماشي نروح لفين تاني نروح لفيتو النهاردة هيتم الإعلان عن قائمة الأهلي اللي موجه تطلع بره وهنتواصل أكيد مع زمين العزيز كريم أحمد عشان يقول لنا قائمة أجول ما تخرج بشكل رسمي سريعاً عايزة نروح لسوبر كورا وبتتكلم على انتهاء أجازة علي معلول وإن كتب محمد يوسف يستبعده من موجه تطلع بره علي معلول زي ما حقه عارفين طبعاً نتابعينا واخد أجازة صغيرة كده عشان تطمن على أسرته وكلام من ده وهيرجع إن شاء الله بإذن الله المفروض النهاردة وبالتالي هيتم استبعده طبعاً لأنه ما يتمرنش والأقرب المشاركية إما أيمن أشرخ إما محمود ده وحيد في نفس مكان علي معلول والأقرب محمود وحيد زي ما بتقول الوطن سبورتي كده الوطن سبورتي بتقول إيه محمود وحيد الأقرب لخلافة معلول أمام بطل جنوب السودان وفعلاً هو الأقرب والعيد مميز جداً في الحقيقة مع حمود وحيد اليوم السابع صفقات الجديدة طريق يوسف لكسب ود جماهير الأهلي يعني عنوين تبقى غريبة شوية في الحقيقة كابتك محمد يوسف حيجازف مثلاً بسواء صفقات جديدة أو لعبين قدامة ما بيلعبوش فالجماهير بتحبوها مكلام من ده برضو دي مش سياسة النادي الأهلي كل الاحترام والتقدير لكل فرد من جماهير النادي الأهلي ده شيء طبيعي ومفروغ منه عنده كل الناس المسئولين وكل الناس كل الناس ومدربين وكل الكلام من ده لكن في نفس الوقت أنا بشغل تبقى لاستراتيجية وتبقى لمعطيات المعطيات دي باخدها منين من التدريب؟ من المرام بتاع الفريق وهو التدريبات ليه؟ فالتدريبات دي بتشوف فيها مين الأقرب أو مين الأفضل والأجهز انه هو يشارك في المباريات لكن ما بتحطش أي حسابات أخرى تانية في المغاك وانت بتتولى مسؤولية النادي الأهلي ده شيء طبيعي جدا آه بتشوف الأنسب في التدريبات ولو هو مناسب حلعب مش مناسب مش جاهز دلوقتي أوكي؟ سواء بقى كان صفقات جديدة لعبين قدامة كلام من ده يعني دائما التفكير بيبقى في مصلحة الفريق وده شيء مفروغ منه دايما جمهور النادي الأهلي بيبقى مرتبط دايما بالفوز بالمباريات والبطولات مش مرتبط بلاعب آه ممكن تحب لعب طبيعي جدا لكن في نفس الوقت انت بتحب الأهلي أكتر من أي لعب ده شيء طبيعي جدا مبتدأ ان بتقول ان في راحة للأهلي أو للعب الأهلي بعد اطلع بره ده شيء معروف لا يأتكده كده عندك أول مباراة على ما أعتقد يعني هتكون مباراة الزمالك يوم 18-9 فلسه بدري هتخد راحة أربعة أيام ده الأقرب يعني وهنعرف الفترة بالتحديث برضو بعد المباراة فترة الراحة وبعد كده تستقنب تدريباتك السعدادة لمباراة الزمالك ولموسم الجديد طبعا بتوتي الدوري انتو عارفين بتوتي الدوري هتبتدي يوم 19-9 فحنشوف الأمور هتمشي ازاي وانسري بقى قولي تتكلم عن وده آخر الخبر هعلى عليه قبل ما نطلع فصل واستقبل دفي العزيز الأهلي يدرس سير ذاتية لمهاجمين أفرقا ممكن وارد ان يكون في تفكير في ضمن مهاجم يعني وارد يعني وده بيبقى طبقا لرؤية فنية من لجنة التخطيط من كابتن محمود الخطيب وارد برضو ان بعض الوقلا يجيبوا لك سفيهات أو فيديوهات للاعبين يكونوا مميزين لكن المؤكد ان النادي الاهلي يوم ما يفكر ان هو يتعاقد مع لعيب اي ان كان بقى مهاجم مدافع لعب بوسط كلام من ده حيجيب لعيب يكون رقم واحد كواليتي عالي جدا في هذا المركز يعني او في اي مركز بشكل عام عشر ما حد شايفهم قدامي بشكل خاطئ يعني فدي كلها امور ممكن تكون في ازهان المسؤولين في النادي الاهلي ممكن تكون في ازهان المسؤولين في النادي الاهلي لكن حتى الان ما فيش اي جديد بخصوص هذا الملال فبخصوص المهاجم القادم لكن وارد ان النادي الاهلي ممكن يفكر ان هو يتعاقد مع مدير او عفوا مع مهاجم جديد خلال الفترة الجاية وده ما يقللش اطلاق من اللاعبين المميزين عندك في خط الهموم مروان محسن صلاح محسن وليد ازهار طيب خليني قبل مطلع الفاصل استعرض بعض العنوين الخاصة بالاخبار النحلية والعالمية وبعدها نتكلم في تفاصيلها بعد الفاصل مع ضفنا العزيز استاذ الكبير استاذ عدمنا فهمي نروح نشوف اهم الاخبار العالمية والمحلية اليوم السابع رسميا اتحاد الكرة يحدد 5 سبتمبر موعدا لنهائي كأس مصر سوبر كرة خماسية اتحاد الكرة تجتمع بمندوب الفيفا لبحث خارطة الطريق الكابتن وفد فيفا يلزم المؤقتة بعدما التواجد بأي منصف في الجبلية طوال 4 سنوات اليوم السابع فيفا يعتمد ودياتي المنتخب الأولمبي أمام السعودية رسميا الوفد شباب الطائرة يواصل التقلق ويهزم الأرجنتين ببطولة العالم في تونس في الجول وزير التعليم العالي منح دراسية بالجامعات واعفاء من المصرفات لأبطال العالم في كرة اليد الوطن سبورت أحمد المحمدي يمدد عقده مع أستون فيلا الإنجليزي يلا كورا بعد تنديد عقده المحمدي حققت هدفي مع فيلا وأتمنى أن يحالفنا الحظ سكاي نيوز عربية ثلاث أندية تفتح الباب لعمر وردة من أجل البداية الجديدة صد البلد براجا كوكا يصطدم بيس بارتاك موسكو في الدوري الأوروبي الشروق كيلور نافاز يتقدم بطلب للرحيل عن ريال مدريد يورو سبورت عربية سان جرمان يرفض عرضا سخيا من ريال مدريد لضم نيمر بوابة أخبار اليوم تلوب أريد تدريب منتخب ألمانيا وفريب باير نيونيف موسيقى هنعلق على كل هذه الأخبار سواء محلية أو عالمية وكمان كل الأمور التي تتعلق بالنادي الأهلي بعد الفاصل مع دفنا العزيز والناقد الرياضي الكبير أستاذ عبد المنعم فاهمي استنونا بعد الفاصل بيناورني ويشرفني الأستاذ عبد المنعم فاهمي الناقد الرياضي الكبير يا أستاذ عبد المنعم أهلا بك ومنورنا دايما أهلا نفسي أمير أخبارك إيه أخبار حريطك إيه موفق دايما إن شاء الله ربنا نخليك ربنا قبيديك الصحي عندنا ملفات كتيرة جدا عايزين نتكلم فيها خليني بتدي عشان نهض الخميس مش كده عشان نهض الخميس من دم الدنيا بقى كده هل يبتدي بتحد الكور رأيك إيه في اللجنة الكماسية اللي تم الإعلان عنها بالأبس يعني رأي فيهم كأشخاص ورأي في عملهم ورأي في اللي هيعملوه ولا المطلوب منهم في كله نلم القصة دي كلها نلم القصة كلها أولا طبعا انتقاداتنا على أي شيء ليس له جدوى ليه يعني أنا لو انتقدت واحد منهم أو اثنين أو ثلاثة أو الخمسة هل انتقاداتي حيكون لها تأثير لا طبعا وفي القرار اللي هو اتخذ من فيفا الأمر خلاص يبقى خلاص يبقى المفروض أنا أتعامل مع الواقع بشيء من التعقل وشيء من المنطقية يخلينا أقول أنه إحنا المفروض نتعاون مع هذه اللجنة مع الاعتراف الكامل أنه معظمهم يعني أنا خلينا أتكلم على الناس اللي تعاملت معه كويس يعني أنا تعاملت معهم كلهم صراح كلهم كانوا في قمة الاحترام والزوء والجنتلة وعندهم أبعاد كترة جدا وعندهم أفكار كتيرة في سبيل أنهم يحققوها للكرة المصرية طيب يحققوها للكرة المصرية دي ازاي؟ كل واحد لديه فكر هم قاعدين لمدة سنة أو أقل من سنة يعني حول 11 شهر إيه المطلوب منهم؟ المطلوب منهم العيوب اللي كانت موجودة في السابق لابد من تلاشيها تماما العيوب زي إيه مثلا عدم الشفافية اللي كانت موجودة اتخاذ القرارات من بعد واحد مش من أبعاد متعددة العمل في الإعلام الجمع بين الإعلام والعمل العام كانش فيه تفرق يعني؟ من الحاجات فيه مشكلات في الكرة المصرية فيه أزمات جد بتحصل بنحس فيه انحياز لجانب لجانب التاني فيه مشكلات الاندية أقوى من اتحاد كرة القدم الحاجات دي دي الحاجات اللي على رؤوس الموضوعات المفروض تتحل المفروض هم يحاول يحلوها أو يضعوا أسس لها طالما هم جون في السابق يعني هم خلي بالكم مجايين بعد استقالة لجنة أو بعد رحيل لجنة بشكل مش حلو فبالتالي انت لقد رحيل التحدي التحدي اه رحيل التحدي السابق بقيتها أنا بريدها ماشوانا سأنا بريدها فبالتالي انت طالما جاي بدلا من واحد اتحل فعندك المهام أخطر والملفات أصعب والأمور محتاجة منك خلينا بس نوف عندي حتة نوف براحتك هو التحدي السابق قدم استقالته قدم استقالته مش اتحل لا أنا قلت اتحل لا هو قدم استقالته احسن ما اتحل يعني هو يعني طب اقولك على حاجة هو كان حيتحل بس هو رأى ان الاستقالة أفضل أنا ممكن لفظه قلتك عابيرا ولكنه في النهاية بس اعتقد انه كان صعب يتحل لا مش بص اللي حصل أنا عشان بس بنكلم بحثة ايه ان تدخل ومش تدخل وكل هذي الأمور لا لا بص 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 خلينا نستقر على أفضل الاستقالة لكن في النهاية في جزئية مهمة لازم تعرفها أو ناس يعرفوها انه إن آجلا أو عاجلا هذا المجلس لم يكن عمره حيطول لو كملوا بعد البطولة خلي بالك يعني يعني في جزئية مهمة لازم نستعرفها انهما لو قعدوا بعد البطولة دي كانوا هيعودوا انما كان لازم في ساعتها انهما يمشوا أو يستقيلوا أو يتم ترحلهم أو يتم أي حاجة يعني أنا عن نفسي كنت شايف انه ده الحل الأساسي وكمان يبقى في حساب للمنتخب كلعيبة يعني خلي بالحضرك للغد دلوقتي احنا اللعيبة لما يتم العسبعة فين بقى حساب اللعيبة ده حساب مين ده حساب اتحاد الكرة واستقال طيب فين حساب الجهاز الفني الجهاز الفني رحل خد الشرط الجزائي ولا بخد شرط الجزائي ولا لعيب ذي الحكاية طيب اللعيبة اللعيبة ما حاسبناش اللعيبة ليه لغد دلوقتي ولا كل اللعيبة خلاص انشغل بفرطة اعداده مع فرقته وكل واحد راح يحترق ببرا وليجدد عقده طرق الحساب مع اللعيبة بتبقى ازاي بص ما فيش أحسن منك تخصم له فلوس حتقعده اه يا المشكلة يا عم فلوس الفلوس اللي بتزغل العين والفلوس اللي بتخلي العيب بيسيب مكانه لمكان تاني الفلوس اللي بتخلي اللي خلت نمار يسيب برشرونا المجد والقوة يروح باريسا من جيربان عشان الفلوس الفلوس اللي خلت عبدالله السعيد يسيب الناد الاهلي يروح الزمالك وبعد كده بيرمز الفلوس اللي تخلي اي بني ادم يسيب مكانه لو تزغلت لو تشاور له كده بأي فلوس أكتر من اللي بياخدها بس مش كل الناس عجمال بس ما نعممش في ناس بترضى وفي ناس ما بترضاش بس الأكتر بيوافق لأن الفلوس دي بيسح ولها بريق لازم يكون فيه عقاب مادي للعيب المكافأة طبعاً أنت بتاخد مكافأات بتاخد فلوسك على داية المالين بتاخد راتب بتاعك المفروض أنت طالما أخفقت ياريت الإخفاق عادي خلي بالك الإخفاق صعب إخفاق كاريسي ومن دور الستاشر على أرضك وعلى ملعبك ووسط الجمهورة فبالتالي لابد أن يكون الحساب مضاعف وليس حساب بشكل طبيعي طبعاً إحنا خرجنا من قصة اتحاد كرت القدم فاتحاد كرت القدم الحاجات دي لابد أن تحل يعني دلوقتي عندنا من الأزمات الموجودة مثلاً أزمات الملاعب استعداد قهرة هي هتلاعب عليه ولا مش هتلاعب عليه النهار ده طلع قرار أنه هتلاعب عليه بعد البطولة اللي هي المنتخب شعوي غريب هتخلص يوم 23 23 تسعة ولا نوفمبر هتلاعب بعدها هتلاعب في أكتوبر متأكد في 8 نوفمبر لـ 23 نوفمبر حسب معرفش الزكرة ممكن يكون الشيخوخ دخلت أكيد دلوقتي تمام فالملاعب هتفتح للزمالك وأكيد هتفتح للأهلي والأمور كلها هتستقر لكن في مشاكل تانية موجودة مشاكل مثلاً المحاباة ديت مشاكل مثلاً الاتحاد الكرة دايماً أقلمي الآن دي عايزين نحل دي مشاكلة الفار مشاكلة الحكام مشاكلة الحكام دي كبيرة قوي شاف حال لها اي طبيعة أستاذ عمالك نهاردة لما تكلم سامير عثمان طبعاً سامير عثمان جاي بتركة مسقلة هيك كبيرة جداً وأول حاجة بيتقابل فيها انه شغال في قناة الأهلي مثلاً ان الواقع بيقولن في الحقيقة ان الربل كان بيحدث ما هو الواقع ده انت هتثبيته فمحتاج إثبات للجمهور كله يعني انت بشوفه بيختلف بتشوفه انت غيرك بيشوفه لا ايوة اوكي بس كان بيبان جداً انه هو بيختلف بعض الأمور اللي ممكن كان الموزيع اللي معاه في التوقيت ده يقوله لا انا باتكلم في السلبية اللي هيعنيها اللي هو استمر في القناة هيعني من السلبية دي والله يوضح ان النادي الأهلي هو اللي عنها استاذ عمالك وماذا الفار؟ الفار ده يعني مرصد للعدالة احقاق للحق وامور كتيرة بتحتاجها لان احنا عندنا في سلبية كتيرة جداً موجودة في الحكام هو قرارورو او اقرار اتحاد الكورة؟ لا هو قرار اتحاد الكورة ومليحة ولازم اتحاد الكورة واتحاد الكورة لازم الفيفا برضو في الحتة بالفيفا لازم يدخل في القصة ولازم يوفح عليها كمان تمام؟ وبالتالي انت ما هو خل بالك هو لو قراره هيعمله نعم هو قراره أنه هو بينفذ سياسة التحكمة القدم يعني ممكن يقوم بهذا الاتجاه يقوله يا جماعة لازم يكون عندنا فرص هو هو تصريحاته في الأخيرة بيكلم تقرى من بين السطور أنه صعب يتنفذ دلوقتي ما هو منطقياً صعب بصراحة من أصل أنت خلاص الدوري حيبتدي كمان أقل من شهر طيب أنا عند حاجة بسيطة هو بيقول لك أن التكلفة مادية ومحتاج موافقات ومحتاج شغل وتنظيم معين طيب إحنا بقالنا في تكلم في القصة دي بقالنا قديه تلات سنين أو تلات سنين أو تلات سنين عملناها قبل كده في التلفزيون 14 بوصة ده يعني كان مسار صخرية وفشل وسبحان الله أنت ضباطه فين؟ في ملعب الشرطة في العباسيان حاجة كده يا بصراحة يعني ومحمد حنف أنا فاكر محمد حنف قاعد وكبات الشاي جنبه وواحد ببصر مش عارف ايه شيخ لا يا غريب يعني فإحنا عايزين نطبق بقالنا تلات سنين بالنادي بالفار طيب إنت لما عندك مشروع من تلات سنين وأزمة من تلات سنين إيه الخطوة اللي تم اتخاذها حتى خطوة استباقية خطوة مبدئية طيب أقول له حركة معلومة اتفضل امبارح أو أول جات شركة لاتحاد الكرة وعرضوا أنهم أول إمبارح أنا هقولك ليه أول إمبارح ليه إنهم يجيبوا تقنية الفار في مصر مقابل مليون دولار مليون دولار للشركة أه ده مبلغ كبير طبعا ليه ده أصلا الفار بيتكلف 3 مليون دولار موبرده مبلغ كبير من التحمق التعرف 3 مليون دولار يعني كم أوكي يعني حوالي على عرض لتقدم أنه مليون دولار وان المليون دولار حيتقسمه مما بين نص مليون دولار للاتحاد هم اللي تفاحهم ونص مليون دولار التانين تفاحهم الاندية كلهم تفاحهم الاندية يعني مثلا اهل يقدر المبلغ ليس كبير نص مليون دولار يعني وجهنا في الحساب 60 مليون الدولار break 160 مليون جنيه مصر مش كده برضو المية مليون دولار يعملوا مية وستين مليون دولار بلاش نفس الجانب انا في عرض حد يحسب لا بس مية وستين مية وستين مية مليون لكن انا بتكلم بالتحديد هل شايف ان انت مبلغ كبير مبلغ كبير جدا صعب اه طبعا صعب انا مش عارفين نحسبه المليون دولار يعني ستاشر تبقل ميت ميون باقول لا ميليون دولار مليون دولار بس والله اسمعتها ميت مليون ميلون دولار بس يكلف مله الاشياء سهل الشركة عرضده كده ولله اسمعتها مت مليون ملون التاسك انهم يقضروا في شرق اميل مليون دول يتقسموا. نص مليون دولار. التحدي بكرة يدفعهم ونص مليون دولار أخرين. مليون دولار يعني 16 مليون وص. ونص تقريباً. والنص مليون دولار الآخرين يتقسموا على الاندية. هل شايف إن لو الكلام ده ممكن يطبك شايف إنه بقى كويش؟ والله لو الاندية تقدر تدفعها تساهم. ما تدارش تدفعها خلاص. بس أنا شايف في الاندية ما معنداش فلوس تجيب لعيبة. ما معنداش فلوس يعني مثلاً الأهل والزمالك هيضروا. وبيرامد زي قدر. مين تاني بيقدر؟ ده زكاة الإسمائيل بتتسول عشان يجيب لعيبة وبيبيع لعبته. سموحها ممكن. المقاولين أهو شوية. لا. الدنيا تبقى صعبة شوية. لكن في النهاية إلا أنت بتطلب حاجة خلاص. بس هو أصلاً يا أستاذ عم منعم أصلاً يعني. هل ده شيء جيد إن تخلي الاندية تدفع في البرع عشان يطبك؟ ولا مفرض التحاد الكورة يتكفل بمصر الكورة؟ مفرض التحاد الكورة أنا كلمت من يومين كده. كنت في أحد اللقاءات وقلت يعني التقنية دي مثلاً ما فيش شركة مثلاً تقدر تتحمل المسئولية بتاعتها مثلاً مقابل أي حاجة. والتحاد الكورة القادمة عندنا بارع في كيفية الإتيام بالشركات من خلالها يمكن أن نعمل أي مشروعات. يعني مثلاً التحاد الكورة السابق كان يعني معروف عنه المشروعات الكتيرة ويعرف يعمل أي حاجة. مش قادر يدخل مشروع يدخل شركات تجيب شاشات مثلاً معينة يدرب الناس. أنا بتكلم في جزئتي. جزئتنا كنت بقالك ثلاث سنين بيتكلم في الفار وما فيش فار وكل مرة يتم الوعد بوجود فار وما فيش فار. طيب الناس بتنادي بالدور الإنجليزي يتعمل في فار. بالضبط. ودوريات كتير جداً يعني بس يعني محمد صلاح قال لك أنا ما بحبش الفار. بس مش محمد صلاح قال لك أنا ما بحبش الفار. لا إحنا كده بمشاكل كرة القدم ومن الأزمات اللي بتؤدي إلى إن كرة القدم في المصر بدلاً من تتحول إلى متعة تتحول إلى الأخناء. نحن كل يوم في البرامج والتلفزيونية الفضائية المختلفة والشاشات اللي كل يوم بتطلع وعندنا كمان الجرائد اللي بتطلع ومتحدثة مستقلة وغير مستقلة كله عن التحكيم. مادة دسمة وخصبة للحديث عنها بالسلب وبالإيجاب. وطبعاً السلب أكتر من الإيجاب. وحكام بتتشتم وحكام بتتكلم في زممتها وتكلم. طيلاً إحنا عايزين نخلص من القصة دي كلها نعمل إيه؟ بقى أنها ثلاث سنين. ثلاث سنين مش عارفين نحل. لا كنا لازم نحلها. واتحاد الكرة القدم مطالب بإيجاد صيغة من خلالها يمكن تطبيق البر بأي طريقة. حتى لو يتم الاتفاق مع الأندية أنه يتم تطبيقها بصورة مرحلية. ملعب، ملعبين، ثلاثة، أربع ملاعب، خمس ملاعب وكذا. خصوصاً أن أنت عندك في حصر الملاعب في مصر. مش كل الملاعب من 18 نادي مش بلعبه في 18 ملعب بتاعهم. أو في 9 ملاعب. لا ده كل نادي بلعب. يعني استاد القاهرة حيبقى أهلي وزمالك. استاد مثلاً بيرامدز استاد الدفاعات الجوي. وأكيد بيرامدز ممكن يتكفل يبقى عنده المنظومة موجودة. لكن قصة إنكتة تنسى وقصة إنكتة تتناسى. لا، دي محتاجة وقفة من اتحاد قرط القدم. اللجنة الحالية محتاجة وقفة ويحلها لأن دي أحد الأزامات الأسئلة التي هي التحكيم. خلي بالك هي أحد المشاكل الكبيرة التي تؤثر على قرط القدم. وكل يوم بيانات وكل يوم مشكلات وكل يوم حكم بعينهم. من نادي عايز حكم بعينهم. من نادي تاني عايز حكم تانيين. وكل يوم بنسمع كلام كثير عن الحكام. فإحنا ننقى بنفسينا المفروض واللجنة دي تاخد على عتقة إنها تحل هذه الأزمة. بالمناسبة نصف مليون دولار. يعني كل نادي تقريبا. حد حسبها لك. آه حد حسبها لك. آه طبعا. آه طبعا. يعني كل نادي تقريبا يدفع 500 ألف جنيه. 500 ألف جنيه؟ آه تقريبا. طب مبلغ يعني ما يجيش في لعيب من لعيب الابتجاه. طب ده كويس جدا. ما فيش ما. يعني 8 مليون جنيه مصري يتقسموا على الأندية 18 نادي. ما والله لو الأندية حسة إنها الفار حيفيدها. بس خليبا لك مش كل الأندية. في أندية بتتأثر وفي أندية بهمها الفار وفي أندية بهمها. طب شاف إننا نحن نطور من أداء التحكيم. طبعا. بس خلي بالك حتطور إزاي؟ إنت حتطور إزاي؟ معسكرات؟ بنعمل معسكرات. بتعمل مثلا محاضرات؟ بتعمل محاضرات. بتعمل إيقافات؟ بتعمل إيقافات. سمير عثمان حبيبنا كلنا طبعا بصدد اتخاذ بعض القرارات. نحن مش عزيني حلقه له على الهواء. إن بعد كده فيه عقاب للحكام بس بشكل تاني. يعني بدل ما يوقفوا مثلا من الدرجة الأولى والدي. لا أنا كلمت بها بس طبعا مش هقول. هو يعمل إليه بس ليه قرارات حيعملها. يمكن من خلالها أن يستعيد بعض. شوف أنا أقول ليه؟ بعض هيبة التحكيم. لأن هيبة التحكيم لن تعود إلا بحل منظومة التحكيم. فكل وثقة. خلي بالك أنت برضو عشان تحط ثقة في شخص. محتاج فترة كبيرة. طبعا. تحط الثقة في لجنة. محتاج فترة كبيرة. محتاج أنك أنت يبقى عندك ثقافة التشجيع المثالي. والله ما هتبقى موجود أبدا. والله ما هتبقى موجود. ولا هنرجع للخمسينات ولا الاربعينات ولا الثلاثينات ولا زمن التشجيع الجميل. خلاص طالما عندك سوشيال ميديا طالما عندك كل وسائل التواصل الاجتماعي التي تزيد الاحتقان. وإعلاميين بينتموا النادي ده والنادي ده بيغزوا في التعصر كل يوم. عمرنا ما هنشوف راحة في كرة القدم المصري. بالضبط. مع الأسف الشديد. هتقول لي حل أنا وإنت ممكن نحط الحلول للصبح. بس مين هيشتغل عليها؟ مين هيعمل عليها؟ مين هياخد بيها؟ مش حالة ياخد بيها. لأنني يخلي بالك. برضو في مصالح بتحصي. يعني فيه أم... طب إحنا لو جبنا مش عارف فلان هل فلان دي ليه مصلحة مع الحد. يا أستاذ أمير مش عايزين ندخل عش دبابير. كرة القدم تحولت إلى عشش دبابير وكل واحد ليه نظام كل واحد ليه دماغ كل واحد ليه هدف نتمنى يعني بالأمنية أن احنا نعيش شوية في يعني حتى على على أطراف المدينة الفاضلة ما بنخشش جوه على أطراف المدينة الفاضلة ونتعلم أن احنا هنتحاسب وحنخش قبور ما هخشهم من جانب الديني بقى الجانب الحياة مش نافع بصراحة. بسيط في الحقيقة يعني إحنا نشوف السلبيات اللي عندنا إيه الأمور اللي عايزة تتطور ونشتغل عليها الموضوع مصعب يا أستاذ عماني. بص بص أنا قلت لك إيه في بداية كلامي. أنا مع مشكلة الفار بقى له ثلاث سنين. طيب لما هو بقى له ثلاث سنين لو أنت بدأت حتى حل حل جزء إيه دوقات ما توصل حل كلي. أنت عملت ده؟ عملتش ده. ما عملتش ده. أنت كل مشكلة تقول لي المشكلة الفار. بالعكس ده أنت وعدت ومنفستش. وكل شيء تقول لي مشكلة الفار. وأزمة 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 وأزمة. لغاية ما كل يوم بتتجدد المشكلة والمشكلة هي هي. إحنا بقى لنا ثلاث سنين. مش عاديك كلام تيه. مع الأسر في الشريط. طيب. خلينا نروح لجزئية تانية. قبل مروح لجزئية دي. بس إحنا الجزئية الفادي دي كانت جزئية مهمة جدا. طبعا طبعا. ونخلص منها الحاجة. طيب عشان نقفلها خالص تتوقع نجاح اللجنة المؤقتة لتحدى الكرة. أنت مش هتنجح إلا ما يكون معك إعداد كويس. طبعا. وأنا مش هنجح في مكاني إلا ما يكون معايا كاست كويس. وأي حد مش هنجح في مكانه إلا من خلال مساعدتهم في إنهم ينجحوا. فمساعدة اللجنة دي ضرورية ومهمة جدا. يعني إمبارح شوفنا الطعن في القرار ومش هينفع وغلط وصح. فخلي بالك بدأوا حياتهم. بدأوا مشكلتهم. بدأوا حقيقة يعني مهمتهم بأزمة. فطبعا هم يحطوا في دماغهم إنه أكيد حد يطلع مرة تانية. أكيد حد يطلع يتكلم أكيد حد مش عارفين. وخلي بالك إحنا برضو عندنا أزمة كبيرة. الناس مش يخضى بلا منها. وكواس اللي أنا حتطرق إليها. أنا دايما لما بتكلم بقول إن أنا يعني الأستاذ عمر الجنيني أفعل صفحيته على الفيسبوك. صح؟ إن شعارف. هو أنا سمعت كده. طب صفحيتك ليه تبقى يعني بتعادي المنافس. أنا سيبنا كمل الكلام بس أنا مش هقول حاجة مش هتضر حاجة. أنا بقول دايما إن الشخص بيقول لي ده صفحيت الشخصية. صفحيتك الشخصية لما يكون قافل على نفسك وأختك وأخوك وعمك وعمتك اللي معاك على الصفحة بس. إنما السوشيال ميديا يا الناس اللي مش فاهمة إن صفحة الفيسبوك فيها خمس تلاف الصديق. وآلاف المتابعين فما تقول ليش ده صفحيت الشخصية ده بقت أقوم الجرنان بقت أقوم المجلة بقت أقوم البرنامج. فما ينفعش أطلع أنا في يوم من الأيام هتقول لي ده مش في موقع مسئولية. طيب ما هو ما في موقع مسئولية ما هو ممكن تبقى هديك بقيت موقع مسئولية. طيب ما كانتش يا طاقة. سبحان الله بقيت موقع مسئولية. إيه بقى يعني إيه شعورك دلوقتي وإنت ما مسؤول عن الكرة المصرية وفي نص من نص مين أكتر من نص جمهور الأهلي مش راضي عن وجودك. مش راضي عن وجودك عشان أنت وحش علشان اللي أنت كنت بتعمله مش عشان شخصك خلي بالك. علشان خاطر أنت عملت ممارسات خليت الناس خايفة منك. طيب في كل الأحوال مش هنقدر أو مش هينفع نتكلم على رئيس اللجنة المؤقتة بشكل سلبي. لا أنا بقول بقى حالة عن وجه النظر. أنا بتكلم على الرجل صاحب المنصب العام في المجمل والمطلق يعني أنا كهو كعبد المنعم. منفعش على صفحتي أكتب يا أهلي ولا زمالك. أتكلم على المنتخب أنا بتكلمك على عبد المنعم. طبعا. ده لأن أقول لك على حاجة ما أنا سافرت مع الزمالك. وما حدش يتكلم معي خلص إنهم معرفين أن عبد المنعم فهمي لا يتشيع لأحد. عبد المنعم فهم ليه شخصيته ما لوش دعوه بحد. فأنا نفسي أي واحد إعلامي ما هو خلي بالك إيهلي بيغز التعصر. ما الإعلاميين نفسهم. الناس اللي بتطلع وتقولك على صفحتي. يا أستاذ عمينا النادي الأهلي ما بتعاملش مع شخص في تحده كل الوقت. النادي الأهلي بيتعامل مع لجنة. حتدير. ويتعامل مع مواقف. ومع مواقف. لاحقة بقى مصابقة. أنت هتكلم في اللاحق بالوقت. ماشي. الراجل ده هيدرك لو ضرك الأهلي أكيد مش هيسكت. ده شيء مؤكد أن يعمل. لا أنا لا بص بص. وهو أكيد راجل عايز ينجح برضه في كل حواية. يا أستاذ عمير في حاجة مهمة جدا. أنت ما تجيب ليش واحد مثلا. مثلا. أنا والله ده راجل قمة في الاحترام وأعرفه ومعرفه شخصية. وراجل عظيم. لكن أنا بتكلم في الجزئية إن كنت لازم تنحي انتمائك طالما أنت رجل عام. أنت رجل عام. حرارة مش متوقع أنه ينحي انتماء في الفترة دا. لا. ولا حد يضر. ده هو كان عدو مجلس دات الزمال. بس في حاجة مهمة. أنا كمان لما جاء اختار. أنا قصدي في إدارة الأمور. يا أستاذ أمير. أنا لو أنت لما جاء اختار. اختار الشخصية اللي حصل منها ده. ما كمان ده عيب. مش عايز أقولك عيب اختيار. أو في معني. يعني مش بتكلم على. يعني أنت لما تيجي تختار كمان. ما تختار شخصية عليها إجمع من الناحيتين. والله ما طعن في الأستاذ عمر. لكن لما تيجي تختار ما تختارش. واحد فيه مشكلة. فيه أزمة عنده. فيه أزمة مش أزمة شخصية. لا أزمة. أزمة شخصية مع جمهور المنافس. اللي هو الجمهور اللي بيمثل النادي الأهلي. فده برضو الملحاجات اللي أنا فكرت فيها. طب أنت كده أعملت أزمة. يعني استباقية مع جمهور النادي. لا. وده اللي حصل. إنت عايز تفهمني. إن السوشيال ميديا ما كانت شغال على الأستاذ عمر. طب هو قفل صفحيته ليه. أوكي أوكي أوكي. في كل أحوال. عشانيا في الملف ده. إحنا نتمنى لهم كلهم كل التوفيق. كلهم أخواتنا. وكلهم معرفة شخصية. وكلهم بالله العظيم. قمة في الاختران. من أول واحد لآخر واحد. إن النادي الأهلي بيتعامل مع اتحاد الكرة. مش بيتعامل مع شخص منتمن. وخلي بالك. وخلي بالك. لو جاي حد من الأهلي برضو. نفس القصة وكان بعمل في زمالك. هنت هنتقده برضو. طبعا طبعا. يعني مش الانتقاد لعشان الانتباء للزمالك والانتباء للأهلي. حاشا لله الانتباء لمواقف بتقصل. هيا الشخصيات العامة في كل الأحوال. لازم يكونوا خارسين. هيا دي. هيا دي. بالضبط كده. مؤكد وهو مهم. خلي نروح لجزئية تانية بقى. والناس اللي فرحوا. كرة اليد. وجابوا لنا كاس العالم. وحاجة ما كناش نتوقحها. وما كناش متخيلينها في الحقيقة. بتشوف هذا الإنجاز إزاي خلال الفترة. أنا لي منظور تاني. ممكن الناس مش تختلف حتى تندهش منه. إحنا بدأنا دلوقتي دخلنا في معمعة النجومية. يعني إحنا خلاص وصلنا للعالمية. تمام. الموضوع خلص خلاص. نفرح. وقبل ما أدخل عندك كانوا موجودين في قناة. وقبلها بقناة تانية. وقبلها بقناة تالتة. وامبارح كانوا في قناة. واول امبارح كانوا في إزاعة. امبارح كانوا عندنا في القناة. ايه مشكلة طب يا أستاذ عمنا. نعم. لسه خلصت لسه. بكمي الكلام. وبياخدوا فلوس. وبشترطين انه ياخدوا فلوس معينة. والكلام ده. طيب ما فيش مشكلة خالص. افرح وكل حال. بس أتمنى. ان بعد هذه اللقاءات الكتيرة جدا. والنجومية اللي حصلت لك. ان انت نفسيا ما تتغيرش. فهمتك. انت الآن عليهم. لا الآن عليهم طبعا. احنا ما عارف انت عارف طبيعة الشعب المصري. وعارف طبيعة اللعب المصري. اللعب المصري أول بس ما تلاقي. سبوت عليه. ماذا؟ الدنيا اختلفت بالنسباله. ارقام تتغير. اهو من النهاردة. اهو ديولك الحاجة. معظم اللعب. يا رب يكون كلامي غلط. معظم اللعب اللعب. ارقامها تتغير. الاصدقاء بتاعهم مش هم اللي هيكونوا اصدقاء. البيت ممكن تتغير بقى المكان اللي قاعدين فيه. ما هو ده. دي القشور اللي احنا بنعاني منها. انت بتكلمني في حاجة. فانا بطلع لك الحاجة العامة. ايه الحاجة العامة. اني انا لازم استفيد. استفيد. انت لسه دلوقتي اوعد فاق. انت خدت كاس العالم للناشئين. وقبل منك خدوا كاس العالم للشباب. يعني ميكس. كاس عالم الكبار. هاتلي كاس عالم الكبار. وعمل انت عايزه. غير تلفوناتك. غير شايتك. غير محافظتك. غير اي حاجة. انما من دي. بس. عشان بص. حالتك عايز يكون عندهم دلوقتي يعني ايه. اتزان نفسي. اتزان نفسي. اتزان نفسي. لانه يخلي بالك احنا محرومين من ده. كورت القدم. كورت القدم مع الاسف عاملان احباط. عابتنا جامد. احباط. كورت القدم مع الاسف شديد. ملايين. شوف ملايين. يا رجل ده. فيه لعيب. فيه واحد. فيه واحد فاس بكاس عالم. بياخد مئة دولار. طبقا مش هبعتها لك. الف وخمسمائة جنيه مئة دولار. لا دي مش محتاجة حزمة. مش محتاجة حزمة. محقولة. بس عايز اقول لك حاجة. هم خلاص اعلنوا ان المكافأة الكل اللي عام مئة وخمسين ألف جنيه. ما هو بدأ كتب في البداية كم. مئة وخمسة ألف وخمسمائة. كتب لايحة. لا ما كانش في لايحة كمان. لا ما كانش في. هقول لك الحاجة. الناس اللي هم فازوا بالكاس العالم اللي هم الشباب. ما خدوش حاجة لغد الوقتي. والله ما خدو حاجة. دبيع اعتراف الاستاذ هشان مصري نفسه في احدى القنوات. ما يخدوش حاجة. ما يخدوش حاجة. ما يخدوش حاجة. ما يخدوش حاجة. ما يخدوش ليه. انت بيحتاج ايام شو تديهم يعني ده. هو كرة القدم عندنا غير برونزية واحدة. بتاع تشاوي غريب بتاع الفين واحد. وغير كده اللعيب بياخد ايه بقى النجومية. وشهرة. وإعلانات. والله ما بحسد. ولا حسد اللعيب. ولو حسدت حصلهم حاجة. بسم الله ما بحصلهم بش حاجة. ما بحصلهم مش حاجة. يعني لو حسدت له صبح بسم الله ما بحصلهم مش حاجة. ما شاء الله. ما شاء الله. ربنا يكرمهم وربنا. يعني انت عاستر. لا احنا دايما عايزين منهم المتعة. هو مصر ومسلت لكاسل عالم وخلت لكاسل عالم. في اي لعب خسارة في اي حاجة؟ لا طبعا. والله العظم وخسارة في اي حاجة. طبعا. بس هات لكاسل عالم. فرحني. خش يا سيد دور الثمانية زي ما عملت غانا. خش اي دور. بالله يعني خش اي دور. في كاسل عالم. ما بلاش تمثيل مشرب. بلاش تلات خسارة. بلاش تخرج من دور الستاشر. وانت احنا عندنا وعندنا نجون كبار. انا بقارن عشان ابيين لك ان كرة اليد عاملة انجاز كبير جدا. وتفرى كبير جدا. ولسه الانجازات نبني عليها. ما نقفش عند المكان ده. ونتوقف عند البرامج التلفزيونية. والتلميع. خلي بقى لك. ومش بحتاجين تلميع. هم مش محتاجين تلميع. هم عالميين. لعيبة عالمية. هتلمع ايه. انت بس المفروض. انت اللي حصل في البرامج ده كلها. بس كده. هي دي. هتعرفوا. انا ما عرفهمش. يعني لو انت. انا بعرف اسميهم بس. بس شكلهم. انا لو قابلتهم في شهرات والله ما عرفهم. وده واجب ان يحصل معهم. بس هم حاجة بها. يبقى عندهم الاتزاني النفسي. اللي يخليهم المرحلة المقبلة. يبقوا مستمرين زي ما هم. طيب احنا عندنا جيل بتاع عماد متعب. جيل العظيم اللي خد ثلاث بطولات. تحافظ عليه. خدناك ثلاث بطولات. طيب ليه احنا ما عملش كده في كل اجيالنا. صح. ليه ما تعملش ده في جيل المنتخبات. في كرة القدم. اتلاقي جيل في السماء. وبعد كده مفيش. وده في كل اجيال كده. في كرة القدم وكرة السلة وكرة الياد. ليه احنا ما بنبنيش على الاجيال ديت. ليه منعملش ميكس بينها وبين الفريق اللي بعد منه واللي قبل منه. ونعمل ميكس ما بيحصلش. ليه؟ بتضحك ليه؟ نعمش بتضحك والله. الحوار شايق معك في الحقيقة. الحمد لله. فبالتالي عايز نروح لي في الجول. لان نتكلم مرضو في نفس الامر الخاص بفريق كرة الياد. او منتخب الناشئين لكرة الياد. وبيقولوا ان وزير التعليم العالي منح او بيقول منح دراسية بالجماعات واعفاء من المصرفات الأبطال العالم في كرة الياد. يستحق؟ يستحق طبعا. وده حاجة كويسة جدا. طبعا. ونزيل التعليم العالي خالد عبدالغفور. يا ريت يا جماعة يعني من خلال المنبر المحترم ده كرة القدم كرة يعني تستحق الاهتمام كرة الياد يا جماعة خلي بالكم منها. يعني ده دعوة ان كل ولي امر بدل ما ودي ابنه لنادي كرة القدم يكون ما عندهش الامكانيات. احنا بنعاني من القصة دي طبعا كصحفيين وكألمين كل ود كل اب عنده ابنه مسي. لازم يلعب كرة. لازم يلعب كرة ده حرف جدا وفي الاخر يطلع رجلين اتنين شباية. فمش مشكلة. يا جماعة وجه شوف روح روح المدرب يكون مدرب عائل كده اقول له ده ينفع سلة ولا قدم ولا طيب. الناس المتقديمة بتعمل كده مش لازم قدم. احنا لما كل اللعبة هتلعب قدم مش هلاية الناس تلعب يده ولا تلعب سلة ولا تلعب حاجة. فدي دعوة من اللي حصل ده والتكريم ده والاعفاءات دي. حاجة جميلة جدا واستحقوها. منح كمان ده منح. طبعا ده شيء جميل ولوحد يتمنى يكون عنده ابن بلعب كرة يد صراحة. طبعا طبعا. حضربهم بقى على كرة الياد ده المفروض من مرض. طيب. نروح بقى للنادي الاهلي شوية. لان الملف النادي الاهلي هام للغاية واحنا سواء فيما يتعلق بالمدير الفني اللي حيتم حسم امره خلال ساعات. وكمان فيما يتعلق بمبارات المدر. ما لو سألتك سوالة بلما تسألني. انت عارف مين المدير الفني اللي جاي؟ لا انا معرفش. وديتشغال في قناة الاهلي. انا معرفش طبعا. بتطلب مننا انا اقول لك على من ايه. لا هتطلب. لا مش هطلب طبعا. ولا اسم. لا لا انا عارف الموضوع سري جدا في النادي الاهلي. تمام صحك. ما فيش النادي الاهلي في الامور دي دايما زي ما اتفاجئنا بلا سارتي. كان حد يطرح اسم الاسم. ده السؤال بص خلي بالك. ده السؤال. بص انا ركب العربية وجاي مين المدير الفني جاي النادي الاهلي. لو قلت ما تعرفش. شوف ما بعرفش حاجة. وشوف ويسألك في البيت مين المدرب اللي جاي. والله ما عرف حاجة. لان فعلا ما عرفش. من الاخر. فيه تلاتين سيفي معروضة على النادي الاهلي. من الاخر. بقوا خمسة. بقوا ثلاثة. موضوع السرية ده مهمة اوي في الحقيقة. لا بس فيه تسريبات بتحصل. يعني انا فيه تسريبات كتير بتحصل. واخلي بالك. اللي هيطلع. الاسم اللي هيطلع. من الاسماء اللي ترددت. طبعا مرة فاتت الاسم اللي طلع. مش من الاسماء اصل اتعرض. لا المرة دي انا متوقع. او هم معاك على الحالة. في الاسماء اللي ترددت كلها دي. احتمال اطلع واحد منه. وارد. بس الموضوع سري جدا. ما بين ثلاثة اربع اشخاص بالتحديد داخل النادي الاهلي. طالما وصلت وقلت ان فيه ثلاثة اربعة. يعني الامور وصلة كده لمرحلة ان ممكن الناس تخمن. والتخميم موجود. طبيعي. المطلوب. ايه المشكلة. من حق اي حد بيحب النادي الاهلي بالك. والمنافس بيستنى بيقول انت هتحجيب مين. يعني انت وانت بس جمهور الاهلي بس اللي مستنيك. لا مستنيك انت هتجيب مين. طيب. انا عشان اسألك سؤال مختلف على انت حركة المتخلن. لا نسألتونك. بس انا عايزة اسأل حريتك المواصفات من وجهة نظرك اللي لازم. مواصفاته ايه بقى مواصفاته. لا لا لا. مواصفاته الفنية اللي يقود او تسمح لي منه يقود النادي الاهلي من وجهة نظرك. بص يعني ملاش قعدة. ولا لها. لما جيه جزي النادي الاهلي كان ليه مواصفات. كانش فيه مواصفات. الاهلي عمل جزي. هو مواصفات كان عنده شخصية بقية. الاهلي ما الاحترام الكامل عمل جزي. والاهلي لبى لجزي كل اللي نفسه فيه. اصبح مع الاهلي مدرب عالمي والاهلي اصبح عالمي في فترة جزي. وفازبأ احسن بطولات. كويس. ده بالنسبة لجزي. طيب احنا بقى انا او الاهلي بلا شح النديم الأهلي من سنة 2001 حتى هذه اللحظة محاولات مستمرة لإستنساخ جزيه مش من 2001 من 2000 وكام لا جزيه آخر حاجة خالص 2010 لا 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 لو تستنى شوف أنا مقصدي إيه إن استنساخ الفتر اللي تم التفاوض فيها مع جزيه ما أنت بتستنشخش من 2009 أنت جاي بواحد أنت كنت بتدور على الواحد في 2001 على مدرب في 2001 في المرة الأولانية بطريقة الترشيح بطريقة الاختيار أنت عايزت كده تمام فأنت بتحاول تستنسخ شخصية زي جزيه خلي بالك وده شيء طبيعي شعيب عادي جدا أي نادي واحد نجاح عايز واحد زي ناجح في الإسماعيلي دايما بيدوروا على كارلوس اللي هو الأرجنتيني اللي اللعب مع الأهلي في المطش آه الأرجنتيني كارلوس فكل نادي ليه أيقونة كده في المدربية فنفسهم يكرروا هذه الأيقونة عن نفسي في الأهلي يكون هذه الأيقونة نفسي في الزمالك مثلا زي ديف مكاي لما كان موجود في التسعينات أو مثلا وعندهم حق أن يحاولوا استنسخوا التجارب دي خلينا في الأهلي يلا لا أنا بتكلم في المجمل ما أنا قلت الإسماعيلي قلت الأهلي وهقول المقاولين وهقول ناس كتير أنت بتكلم في كرة قدم مصري مش تتكلم بشكل عام مش تتكلم على نادي معين يعني بتكلم لأن أنا دايما دايما بحب أخلي الإجابات ليست مش على قصة واحدة على قصص كبيرة وحاجة عامة قضية عامة أصلا بعض ممكن يقولك إيه بتكلموا على نادي منافذ خالص لا لا بتكلمش عن نادي الأهلي أو قلت الأهلي مش أسلوبها هما لما يشوفوني هعرفوا أنني بتكلمش على نادي معين أيوة لا أنا بتكلم بقى في العموم لأن قناة النادي الأهلي مش أسلوبها لا خالص أنا بتكلم وأنا مش خاصة بناديها نادي الأهلي يعني بعدها بيعمل أمور مختلفة تمام فبتكلم أن الأهلي محتاج مدرب يستطيع أن يتعرف أولا على إمكانياته هو يعني هو يكون واثق في إمكانياته اللي من خلالها يقدر يتعرف على إمكانيات اللعبة التانية يعرف سستم النادي الأهلي يعرف نظام النادي الأهلي الأهلي مش أي نادي أهلي أفضل نادي في القراءة الأفريقية إيه اللي خالها دا سارتي يعني لم ينجح مع النادي الأهلي يبدو أن الناسارتي ما كانش عنده الخلفية الكاملة عن نادي الأهلي والخلفية الكاملة عن أفريقيا والخلفية الكاملة عن الصعوبات الافريقية وده اللي خلها يتعادل برة ثلاث براته ويخسر من سانداونز وده اللي خلها الثقة مع جمهور الناد الاهلي منعدمة تمام فالاهلي محتاج مدير فني بهذه الموصفات موصفات ايه؟ انه يكون واثق في إمكانياته وقادر على انه يتعرف على إمكانيات اللاعبين ويعرف الخطة المناسبة وليست الخطة التي يلعب بها العالم ما دي برضو فيه مشكلة كبيرة يعني مثلا في دولة يقول لك الاهلي لا تناسبه طريقة 4-3-2-1 لا هو الاهلي ينفع معه مثلا طريقة مش عارف 4-3-3 كل واحد وليه تكييف في القصة دي فالمدير الفني القادر على انه يقرأ إمكانيات اللاعب ويقدر يستوعب إمكانيات اللاعب ويقدر شوف رمضان صبحي شمال ولا يمين أحسن ولا أحسن مش عارف ايه ولا أزاره يلعب جنبه مروان محسن ولا مروان محسن لوحده ولا أزاره لوحده طيب مروان أحسن ولا لازارته أحسن وأسف ولا أزاره أحسن أزاره يمشي ولا يععد ده يبقى كل شغل ده على المدير الفني المدير الفني لو استطاع أن يحط يده كاملة على الفريق فهتشوف الفريق معه بشكل تاري بس في حاجة دلوقتي هو جاي في بداية موسي يعني والمدير الفني يحتاج بعض الوقت وخلي بقى لكم مدلوات بيجيبوا معهم مساعدين أجانب ومدير الفني أو المساعدين المصريين بيكونوا أقل من المدرب العام إلا بقى لو تم اختار مدرب عام معه ويكون معه إيه خلاص لا بس أعايز أسألك سؤال سهل شوي أتفضل ممكن من خلال معلوماتك بقى أنت نادي الأهل هي يعلم خلال قدية عن المدير الفني بعض المدش اللي جاي أطلع برا ممكن بحوالي يوم أو يومين طالما أنت بسطو معلومات اللي جابة عندك اهيه أنت بتقول لي السي فيهات اللي عندك الثلاثين بقوا خمسة بقوا ثلاثة يعني الأمور بقى اللي جابة موجودة يعني ما تستنصرش عليها بقى الثلاثة موجودين فالثلاثة علماء موجودين والثلاثة هيتم الكلام معهم والتواصل معهم يبقى عندنا المدش اللي يتلاقي بيوم الجمعة الساعة سبعة يديها تمانين واربعين ساعة ممكن على الحد اللي اتنين لو طولت ممكن يوم الثلاثة ولو طالت عن كده قبل كده إن شاء الله بقى أنت عندك معلومة لا ما عنديش معلومة بإسم الفني لكن يعني عندك معلومة بالوقت بالوقت ممكن بنسبة كبيرة يومين بعد مباراة اطلع بره أو يوم بعد بكتير مباراة اطلع بره بقى شايف مدى أهميتها بالنسبة للفريق لا من ناحية المعنوية أكيد لا ما أنا بقولك مش كنت حاجة ما أنت بتاخد لسه ما جاوبتش أربعة صفر ماتش ذهاب وفي ماتش عودة مباراة مهمة للغاية أنا دايما بركز على جزئة مهمة إن المدير الفني المؤقت هو اللي بيصنع الفريق الأساسي للمدير الفني الدائم تمام تمام ليه؟ لإن كنت بتحط قعدة إن واحد اثنين تلعة اربعة خمسة 11 لعيب اللعبه واحد ما أنت بتكتب تقرير فني صح؟ صح بعد المباراة دا تعمل ايه؟ تكتب تقريرك فعلى مباراة واحدة وعلى خمسين مباراة على مباراة واحدة لأنت قبتها والمدير الفني هي جاي إمتى؟ بعدها بـ 48 ساعة كابت محمد يوسف فتحدي ممكن يكتب تقرير عن فترة اللي فاتت كلها لأنه كما تواجد في الهاتف بس لما يجي يقوله طب آخر مباراة مين لعب؟ آآ آآ طالما دول اللعب وآخر مباراة اعرفوا أن المدير الفني اللي جاي دا يحطوا دولة ايه؟ في الصورة تماما ومع بعض التدريبات والمتابعة الجاي دا والعين خلي بالك فيه مدير الفني عنده عين حلوة وفيه مدير الفني يقولك دا اللعب دا لا يصلح ويتلاقي في حتة تانية طلقة وفيه اللعب ما يقدرش يلعب في مكان ويقدر يلعب في مكان برده أستاذ عام منعم ما ودي بقى دي شغل مين؟ شغل المدير الفني اللي يقدر من خلاله يعرف إمكانات اللعبة بشكل جيد وفي نفس الطاقة اللعب نفسه يثبت له أنه في المكان دا أحسن مكان دا كويس أستاذ عام منعم في الحقيقة أنا استمتعت جدا الحلقة خلصت كده؟ أستاذ الأسف الشديد أنا بذكر حدوطك شكرا جزيلا نورتنا وشرفتنا وفاكرة كانت شايقة جدا الحمد لله شكرا جزيلا دي كانت فاكرة الأخيرة من حلقة كلامة في الميديا النهاردة نورنا وشرفنا في الستوديو الأستاذ الكبير والنقدة رياضي الكبير بكرة رجعنا تاني هنبقى أجازة وهنبقى ست ايام بس مع حضرتكم على مدارة الأسبوع فبالتالي نتقابل إن شاء الله يوم السبت إلى قدر إلى اللقاء